بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم في إثراء جديد من إثراءات مادة العلوم للصف الثالث المتوسط معكم الأستاذ صالح بن أحمد القرني ويرفقني من لغة الإشارة الأستاذ معاذ القرعوي اليوم بإذن الله عندنا إثراء ثلاثة اللي رح يتعلق في فصل الكهرباء كما اعتدنا في الإثراءات رح نشاهد هذا الإثراء الكهرباء التيار الكهربائي الشحلات الكهربائية عرفنا أن المواد تتكون من ذرات والذرة تتكون من نواة وهذه النواة فيها بروتونات موجبة الشحنة ونيوترونات متعادلة أي ليس لها شحنة كهربائية ويدور حول هذه النواة إلكترونات سالبة الشحنة وماذا يحدث للذرة إذا فقدت بعض الإلكترونات أو اكتسبت بعض الإلكترونات تكتسب شحنة موجبة أو سالبة فإذا أصبحت الذرة مشحونة سواء بشحنة سالبة أو موجبة تسمى أيون حركة الإلكترونات في المواد الصلبة تنتقل الإلكترونات من ذرة إلى أخرى أو من جسم إلى آخر وذلك عن طريق الدلك فعلى سبيل المثال عند دلك الشعر مع البالون تنتقل بعض الإلكترونات السالبة من الشعر إلى البالون فعندما يفقد الشعر بعض الإلكترونات يصبح موجبة الشحنة وعندما اكتسب البالون بعض الإلكترونات السالبة للشحنة يصبح البالون سالبا وبذلك ينجذب الشعر إلى البالون حركة الأيونات في المحاليل في المحليل نقل الشحنات يكون عن طريق حركة الأيونات وليس حركة الإلكترونات كما في المواد الصلبة العوازل والموصلات تقسم المواد من حيث توصيلها للكهرباء إلى مواد موصلة للكهرباء وهي التي تتحرك فيها الإلكترونات بسهولة ومواد عازلة للكهرباء وهي التي لا تتحرك فيها الإلكترونات بسهولة ومواد تسمى أشباه موصلات وهي التي تعمل بعض الأحيان كعازل الكهرباء وبعض الأحيان كموصل القوى الكهربائية تؤثر الأجسام المشحونة في بعضها البعض بقوة تسمى القوى الكهربائية فالأجسام التي تحتوي على شحنات متماثلة أي شحنة موجبة مع شحنة موجبة هذه الأجسام تتنافر والأجسام المشحونة بشحنات مختلفة هذه الأجسام تتجاذب ويعرف المجال الكهربائي بأنه الحيز حول الشحنة والتي يظهر فيه تأثيرها التيار الكهربائي سريان الشحنة الكهربائية المقصود بالتيار الكهربائي هو تدفق للشحنات الكهربائية في المواد الصلبة يكون هذا تدفق عبارة عن إلكترونات في المواد السائلة يكون تدفق الأيونات ويقاس التيار الكهربائي بوحدة الأمبير ورمزه A نموذج الدائرة الكهربائية البسيطة لكي يتحرك التيار الكهربائي يجب أن نكون حلقة مغلقة تسمى الدائرة الكهربائية وأسهل أشكال الدوائر الكهربائية تكون مكونة من بطارية وأسلاك توصيل بطارية وأسلاك توصيل وفي هذه الحالة ستتدفق ألكترونات من القطبة السالب تتدفق في هذا الاتجاه في اتجاه القطبة الموجب وهذه دائرة كهربائية مغلقة ونستطيع في هذه الدائرة أن نضيف جهازا مثلا قد نضيف مصباحا كهربائيا وهذا مثال على الدائرة كهربائية وحتى نستطيع فهم الدائرة الكهربائية وعملها نشبهها دائما بتدفق الماء فالبطارية تمثل مضخة الماء وسلاك التوصيل تمثل الأنابيب التي يمشي فيها الماء تعمل المضخة على ضخ الماء إلى الأهلة ثم ينزل الماء بفعل الجاذبية للأرضية وإذا وضعنا هنا جهاز الماء للاستفادة من تدفق الماء فإن تدفق الماء على هذه الطاحونة سيسبب دورانها مضخة الماء تمثل البطارية أنبيب توصيل الماء تمثل أسلاك التوصيل هذه الطاحونة تمثل النصباح الكهربائي إذن يجب أن تكون للبطارية طاقة لدفع الإلكترونات في أسلاك التوصيل هذه كما لمضخة الماء قدرة على رفع الماء إلى الأعلى وهذا ما نسميه الجهد الكهربائي ويعرف الجهد الكهربائي على أنه الطاقة التي يكتسبها الإلكترون عند مروره بالبطارية إذن عندما تمر الإلكترونات في هذه البطارية تكتسب طاقة فتقوم بتشغيل هذا المصباح وترجع مرة أخرى تماما كما في الماء عندما يمر الماء هنا يكتسب طاقة فيصعد إلى أعلى ثم يخسر هذه الطاقة وينزل مرة أخرى ثم تدفعه المضخة مرة أخرى وهكذا وكيف يسري التيار الكهربائي؟ قلنا أن التيار الكهربائي هو سريان الإلكترونات أو تدفق الإلكترونات ولكن الإلكترونات لا تدفق بسرعة فإنها تواجه مقاومة شديدة لصدامها بالذرات والإلكترونات الأخرى فالذي يحصل أن هذا الإلكترون يدفع الذي بعده وهذا يدفع الذي بعده وهكذا يدفع كل إلكترون الإلكترون الآخر حتى يسري التيار في الدائرة كاملة إذن الإلكترونات تكون بطيئة وفي سريانها تتصادم مع الشحنات الأخرى فتولد التيار الكهربائي البطاريات مهمة البطاريات أنها تحول الطاقة الكيميائية الموجودة في مكوناتها إلى طاقة وضع كهربائية عمر البطارية لأن البطاريات مكونة من مواد كيميائية تتفاعل فيما بينها لإنتاج الطاقة الكهربائية فبتفاعلها لمدة طويلة تستهلك هذه المواد الكيميائية وبالتالي ينتهي عمر البطارية المقاومة الكهربائية ماذا تعني المقاومة الكهربائية؟ المقاومة الكهربائية هي مقياس لمدى صعوبة تدفق الإلكترونات في مادة ما استخدام أسلاك النحاس في المباني وكلما زادت المقاومة كلما زادت الحرارة التي يصدرها السلك عند مرور التيار الكهربائي استخدام أسلاك النحاس في المباني النحاس له مقاومة قليلة وبالتالي فإن الحرارة التي يصدرها عند مرور الكهرباء تعتبر قليلة ولذلك تستخدم أسلاك النحاس في المباني فهي لا تسخن إلى الحد الذي يجعلها تسبب الحراء مقاومة الأسلاق تعتمد مقاومة الأسلاق على نوع المادة كما أيضا تعتمد على طول السلك بالإضافة إلى مقطعه العرضي فإذا زاد طول السلك زادت المقاومة والعكس صحيح إذا قصرك طول السلك قصرت المقاومة أما مقطعه العرضي فإذا زاد المقطع العرضي قلت مقاومة السلك فتيل المصباح الكهربائي فتيل المصباح الكهربائي يكون السلك رفيع جدا وبما أنه رفيع إذا مقطعه العرضي صغير جدا وإذا كان مقطعه العرضي صغير جدا فإذا مقاومته كبيرة جدا ولأن مقاومته كبيرة فإنه يسخل لدرجة كافية لإنبعاث الضوء والفتيل لا ينصهر لأنه مصنوع من فلزة تينغستون الذي له درجة انصهار عالية جدا الدوائر الكهربائية التحكم في التيار الكهربائي إذا وصلنا دائرة كهربائية ستتدفق الإلكترونات بهذا الشكل على ماذا تعتمد كمية الإلكترونات المتدفقة أو التيار الكهربائي؟ ستعتمد على قوة هذه البطارية والتي يطلق عليها الجهد الكهربائي وسيعتمد أيضا على مقاومة هذا الموصل وإذا رجعنا وفكرنا في نموذج المدخة الكهربائية كمية التيار الكهربائي أو كمية الإلكترونات تمثل كمية تدفق المياه إذا زادت قوة المدخة زادت تدفق المياه وقوة المدخة توازي الجهد الكهربائي للبطارية وإذا كانت الأنابيب الموصلة للماء كبيرة فستسمح لتدفق أكبر للماء ونبيب الماء تمثل المقاومة الموجودة في سلك التوصيل إذن يتحكم عاملين في مقدار التيار الكهربائي الذي يمر في الدائرة وهما الجهد والمقاومة فإذا زاد الجهد أي زادت الطاقة التي تعطيها البطارية للإلكترونات أي زادت قوة المدخة ما الذي يحدث؟ زادت تيار الكهربائي والعكس صحيح إذا قل الجهد قلت تيار الكهربائي أما المقاومة فإذا زادت المقاومة أي زادت مقاومة هذا السلك أي كانت أنابيب توصيل الماء صغيرة ما الذي سيحدث؟ قلت تيار الكهربائي وبالعكس إذا قلت المقاومة زادت تيار الكهربائي وتلخص العلاقة بين الجهد والمقاومة والتيار الكهربائي في قانون أوم قانون أوم ينص على أن الجهد يساوي التيار في المقاومة يتم قياس الجهد الكهربائي بالفولت والتيار الكهربائي بالأمبير والمقاومة بوحدة الأوم وباستخدام الرموز الجهد الكهربائي يرمز له بالرمز جيم يساوي تيار الكهربائي ورمز هوتاء في المقاومة ورمز هامين الدوائر الموصولة على التوالي وعلى التوازي التوصيل ضمن خط واحد نستطيع في الدائرة الكهربائية أن نوصل أكثر من جهاز في دائرة كهربائية واحد بهذه الطريقة في هذه الحالة يوجد مسار واحد للتيار الكهربائي ستخرج الإلكترونات من هنا وتمشي ثم تمر عبر هذا المصباح وتضيئه تمشي أيضا وتمر عبر هذا المصباح وتضيئه ثم ترجع من رأوها للقطب الموجب هذا يسمى التوصيل على التوالي وما المشكلة في هذا التشكيل؟ المشكلة أنه إذا تعطل أحد هذه المصابيح هذا مثلا تعطل فسيقطع مرور التيار الكهربائي فلن يضيئ المصباح الثاني وبالتالي ستتعطل الدائرة الكهربائية كلها تخيل إذا كان لدينا مئة مصباح مثلا تعطل أحد منها إذن ستتعطل باقي المصابيح جميعه وهناك شكل آخر من توصيل الدوائر الكهربائية وهو التوصيل المتفرع ويكون بهذه الطريقة هنا كيف سيمر التيار الكهربائي؟ ستخرج الإلكترونات من قطب السالب ثم يمر جزء منها هنا وجزء آخر يكمل في هذا المسار ثم يرجع مرة أخرى وهذا الجزء يرجع هنا أيضا حتى يرجع إلى القطب الموجب في البطارية إذن التيار الكهربائي لم يمر في مسار واحد بل تفرعه خرج من هنا جزء منه مرة هنا وجزء آخر مرة في هذا المسار ثم التقوا مرة أخرى هنا وهذا التشكيل يسمى التوصيل على التوازي حيث تفرع التيار إلى أكثر من مسار وميزة هذا التشكيل أنه إذا تعطل هذا المصباح فلن تتعطل الدائرة الكهربائية فالتيار الكهربائي سيمر ويصل إلى هذا المصباح ويضيئه حتى إذا تعطل هذا المصباح فالتيار الكهربائي ما زال باستطاعته أن يمر في هذا الطريق ولن يتعطل هذا المصباح أيضا حماية الدوائر الكهربائية لحماية الدوائر الكهربائية تستخدم قواطع كهربائية أو منصهرات مهمة هذه القواطع أو المنصهرات هو فتح الدائرة الكهربائية لمنع مرور تيار زائد حيث أن التيار الزائد عن حاجة الدائرة الكهربائية قد يسبب حرائق فإذا زاد التيار الكهربائي عن حد معين تفتح هذه القواطع الكهربائية أو تنصهر هذه المنصهرات فتفتح الدائرة فتمنع مرور التيار القدرة الكهربائية القدرة الكهربائية هي المعدل الزمني لتحول الطاقة ففي الأجهزة الكهربائية تتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية أو أي من الأشكال الأخرى للطاقة معدل الزمن الذي تحول هذه الطاقة يسمى قدرة الكهربائية يتم حسابه بهذا القانون القدرة تساوي التيار في الجهد القدرة تقاس بوحدة الواط والتيار بوحدة الأمبير والجهد بوحدة البولت باستخدام الرموز نكتب القدرة تساوي التيار الكهربائي في الجهد التكلفة والطاقة الكهربائية استهلاك الكهرباء في المنازل ترتب عليه تكلفة مالية وتقوم شركات الكهرباء باستخدام وحدة كيلو واط ساعة والتي رمزها باللغة الإنجليزية K من كيلو W من وات H من أور أو ساعة الكهرباء والسلامة الصدمة الكهربائية عندما يمر التيار الكهربائي في جسم الإنسان يسبب الصدمة الكهربائية الصدمة الكهربائية خطيرة جداً وقد تقتل الإنسان فإذا مر تيار مقداره نصف أمبير فقد يسبب الوفاة وحتى مقدار بسيط جداً مثل واحد من الألف من الأمبير قد يسبب الألم الشديد الأمان من الصواعق الصواعق أيضاً تعتبر من الكهرباء وهي تسبب موت الكثيرين في البلدان الماطرة فيجب الحذر من الأماكن المعرضة للصواعق مثل الأماكن العالية والحقول المفتوحة والأجسام الطويلة مثل الأشجار وسواهر الأعلام وأعمدة الإنارة بعدما شاهدنا هذا الإثراء الذي يتعلق في فصل الكهرباء دعونا نجيب عن بعض الأسئلة بالنسبة لفصل الكهرباء كان عندنا درسين وهو درس التيار الكهربائي وكان عندنا الدوائر الكهربائية وعرفنا أن الدوائر الكهربائية إما توصل على التوالي أو توصل على التوازي وعرفنا أيضاً في هذا الدرس العلاقة التي تربط ما بين الجهد والتيار والمقاومة وفق قانون أوم أيضاً عرفنا في الدرس الأول اللي هو درس التيار الكهربائي أن التيار في الدائرة الكهربائية التيار في الدائرة الكهربائية موجود عندك في خيارين على ماذا يعتمد؟ يعتمد إما على الجهد وقلنا أنه العلاقة بين الجهد والتيار علاقة طردية وأيضا يعتمد على المقاومة لكن قلنا أنه العلاقة بينه وبين المقاومة علاقة عكسية أيضا التيار الكهربائي لما نتكلم أنه يبذل قوة تسبب حركة الشحنات اللي هو المجال الكهربائي استخدام المفردات أجب عن الأسئلة الآتية عندنا ستة أسئلة أول سؤال ما المقصود بتدفق الشحنة الكهربائية المقصود بتدفق الشحنة الكهربائية اللي هو التيار الكهربائي جواب رقم واحد اللي هو التيار الكهربائي السؤال الثاني كان يسأل ما العلاقة اللي تربط ما بين ثلاث مفردات الجهد الكهربائي والمقاومة الكهربائية والتيار الكهربائي ومثل ما عرفنا قبل قليل وفق قانون أوم النقطة الثالثة رقم ثلاثة ما المواد اللي راح تتحرك فيها الإلكترونات بسهولة سبقوا عرفنا الموصلات هي مواد تنتقل الإلكترونات فيها بسهولة فبالتالي الفلزات تصنف من الموصلات الجيدة لماذا؟ مثل ما عرفنا لأن الإلكترون ارتباطه بالنواة داخل الذرة ضعيف رقم أربع طبعا الجواب الموصلات رقم أربعة ما اسم المسار المغلق طيب مسار مغلق يتدفق فيه دائرة أو يتدفق فيه إلكترونات مثل ما عرفنا الدائرة الكهربائية رقم خمسة ما الدوائر اللي راح تحتوي أكثر من مسار مو مسار واحد أكثر من تفرع ومثل ما عرفنا هي دائرة التوصيل على ها يا أبطال حسنتم على التوازي طيب رقم ستة يتكلم نفس السؤال لكن يقول مسار واحد دائرة كهربائية ما فيها إلا مسار واحد هو دائرة التوصيل على التوالي مثل ما عرفنا رقم واحد ما المقصود بتدفق الشحنة الكهربائية ومثل ما قلنا التيار الكهربائي العلاقة اللي تربط ما بين الجهد والتيار والمقاومة في الدائرة الكهربائية مثل ما عرفنا أنها قانون أوم المواد اللي راح تتحرك فيها الإلكترونات بسهولة اللي هي الموصلات رقم أربع ما اسم المسار المغلق الذي يمر فيه التيار الكهربائي هي الدائرة الكهربائية رقم خمسة ما الدوائر التي تحتوي على أكثر من مسار فيها أكثر من مسار فهي الدائرة الموصولة على التوازي طيب نفس الكلام ما الدوائر التي تحتوي على مسار واحد فقط اللي هو الدائرة الموصولة على التوالي نجي الآن اختر الإجابة الصحية القوة المتبادلة بين إلكترونين إلكترون وإلكترون ما القوة اللي بينهم بمنهم متشابهة راح يكون بينهم قوة تنافر الخاصية التي تزداد في سلك عندما تقل مساحة مقطعه العرضي لما احنا تكلمنا في هذه النقطة الخاصية التي تزداد في سلك عندما تقل مساحة مقطعه مثل ما تكلمنا المقاومة وبعد شوي عندنا سؤال راح يتكلم على نفس النقطة هذه وركزوا معنا في نفس النقطة استخدم الرسم البيان الآتي للإجابة على سؤال تسعة أعطاني هنا كيف تتغير المقاومة الكهربائية إذا انخفضت القدرة الكهربائية من كم؟ من 2500 واط 2500 واط إلى 500 واط الآن الآن احنا نعرف أنه عندنا الرسم البياني الرسم البياني هذا ما بين المقاومة أو مقاومة الجهاز وما بين القدرة فالسؤال كيف تتغير المقاومة؟ أول شي خلونا نعرف مقاومة الجهاز والقدرة الكهربائية العلاقة بينهم علاقة عكسية فكل ما زادت القدرة قلت المقاومة والعكس كل ما زادت المقاومة قلت القدرة طيب الآن أنا عندي السؤال يقول كيف راح تتغير هذه المقاومة؟ طيب وان كانت في البداية؟ كانت هنا طيب بعد ما صارت مثل ما عرفنا صارت عند ال500 وانا ال500 هنا فكانت هنا وأصبحت هنا إيش اللي تغير؟ أول شي راح نعرف أن المقاومة بما أنه سأل كيف تتغير المقاومة؟ المقاومة زادت طيب زادت كم مرة؟ زادت أربع مرات رقم 10 يحدث التفريغ الكهربائي نتيجة انتقال الشحنات الكهربائية تفريغ كهربائي على سبيل المثال ظاهرة البرق يحدث تفريغ الكهربائي سبب انتقال هذه الشحنات الكهربائية ومثل ما عرفنا أنه ممكن ينتقل البرق لأنه لحظي مو مستمر مو بثابت فينتقل عبر الهواء أو الفراغ أيضا رقم 11 حدد إذا تم تصغير قطر سلك فلزي فكيف تغير من طوله للإبقاء على المقاومة الكهربائية وخلونا نسترجع لما تكلمنا عن المقاومة الكهربائية متى تزداد المقاومة الكهربائية؟ قبل شوي في السؤال رقم 8 قلتكم بركزوا في هذا السؤال لأنه بنرجع له والآن رجعنا له المقاومة الكهربائية متى رح تزداد؟ تزداد إما بزيادة طول السلك فكل ما طال السلك زادت المقاومة رقم 2 مساحة مقطعه العرضي فكل ما صغر كل ما زادت المقاومة كل ما زاد مساحة مقطعه العرضي ما الذي سيحدث؟ ستقل المقاومة يعني الآن تزد المقاومة إما بتصغير مساحة مقطعه العرضي أو بسبب طول السلك السؤال نرجع له الآن مرة ثانية عشان نقدر نجيب عليه قال إذا تم تصغير قطر سلك في الزياد فكيف تغير من طوله للإبقاء على مقاومة الكهربائية؟ هو يبغى أن المقاومة الكهربائية تكون ثابتة لكن مع ذلك هو صغر قطر السلك بما أنه صغر قطر السلك لأنه صغرها مفروض المقاومة تزيد طيب إحنا ما نبغى المقاومة تزيد نبغى المقاومة تكون ثابتة إيش راح نسوي؟ طبعا راح نقلل أو نقصر من السلك لأنه كل ما قصرنا من طول السلك راح تقل المقاومة إحنا هدفنا أنه المقاومة تكون ثابتة لأنه من المفترض بما أنه صغرنا قطر السلك من المفترض أنه المقاومة تزيد لكن عشان ما تخليها تزيد لازم نقصر طول السلك فأقلل أو أقصر طول السلك رقم 12 أعطاني جدول بالنسبة للمذياء وأعطاني جدول آخر بما يتعلق بمشغل الأقراص المدمجة وقال علاقة الجهد بالتيار أعطاني علاقة ما بين الجهد وما بين التيار طبعا الجهد يقاص بوحدة الفولت والتيار يقاص بوحدة الإمبير لجهازين كهربائيين هما المذياء مثل ما تكلمنا وأيضا مشغل أقراص المدمجة مثل أيضا ما تحدثنا احسب المقاومة الكهربائية لكل القيام في الجدولين أعطاني جدول علاقة ما بين مثل نفس الجدول العلاقة ما بين الجهد والتيار طبعا لو تلاحظ هذا أو هذا أو هذا كل الجهد مع التيار أول شيء لو نتكلم عن القانون القانون إن هو طالب مني احسب المقاومة فإحنا نبغي نأخذ المقاومة المقاومة رح تساوي الجهد على التيار دائما لما أقسم الجهد على التيار إن كان الأول أو الثاني أو الثالث رح يعطيني نفس الجواب رح يطيني نفس المقاومة فإحنا الآن لما جينا حسبناها للمذيع أخذنا اللي في النص أربعة فولت اللي هو الجهد تقسيم 2 أمبير فأعطاني 2 أوم ولو أخذنا الأولى أو الثانية أو الثانية كل الثلاث رح يعطيني نفس الجواب 2 أوم طيب لمشغل الأقراص الجهد 2 والتيار 0.5 أمبير أو الجهد 4 والتيار 1 أمبير أو الجهد 6 والتيار 1.5 أمبير لو حسبت أي واحدة فيهم الأولى أو الثانية أو الثالثة رح يعطيك نفس الجواب فأخذنا اللي في النص أربعة فولت تقسيم 1 أمبير رح يعطيك أربعة أوم فحسبنا المقاومة السؤال 17 احسب المقاومة إذا وصلت أو إذا وصلت جهاز كهربائي بمقبس جهد يعطي 110 فولت فما مقاومة يبغى المقاومة نفس الكلام المقاومة رح تساوي مثل ما عرفنا فما مقاومة هذا الجهاز إذا كانت شدة التيار الكهربائي المار في 10 أمبير المقاومة رح تساوي الجهد تقسيم التيار طيب لأنه عطينا المعطيات أنه الجهد 110 فولت والتيار 10 أمبير وهذا القانون القانون أنه المقاومة تساوي الجهد تقسيم التيار ف110 تقسيم 10 أمبير رح يحطيني 11 أوم رقم 18 احسب التيار الكهربائي إذا وصل مجفف شعر قدرته أعطاني القدرة بمصدر بمصدر جهد 110 فولت فما مقدار التيار الكهربائي الذي يمر في التيار الآن يبغى التيار التيار رح يساوي القدرة تقسيم الجهد وهذه المعطيات التيار يساوي القدرة تقسيم الجهد يعني القدرة الفوض الجهد 110 لما نقسمها لبعض سيعطيني 9.09 امبير يعني 9.900 طيب نجح نتكلم عن رقم 19 احسب الجهد الآن يحسب لي يبغى الجهد هذا هو الجهد يساوي حاصل ضرب المقاومة في التيار طيب عطاني المقاومة 30 اوم وعطاني التيار 0.10 امبير فما مقدار الجهد مثل ما عرفنا أن الجهد يساوي التيار في المقاومة يعني لما نضربها في بعض 0.10 امبير في 30 اوم رح يعطيني الجهد الكهربائي 3 فولت فولت ليش فولت؟ لأنه طالب الجهد ليش هنا امبير؟ لأنه طالب التيار في السؤال رقم 17 ليش ايضا اوم لأنه طالب المقاومة الى هنا وصلنا الى نهاية اثراءنا ودرسنا لهذا اليوم نلتقي ان شاء الله في دروس مقبلة في امان الله ترجمة نانسي قنقر